سلام عليكم في أبو ظبي في عام 82 في رجل فلسطيني اسمه نزار الخطيب موجه في وزارة التربية ومعلم فاضل وانتم عارفين الفلسطينيين والسوريين وكذلك المصريين لهم فضل كبير جدا في التعليم في الخليج وخصوصا السوريين يعني فطاحلة اللغة العربية بلا منازع وكذلك الفلسطيني عندنا في الكويت في الثمينات والسبعينات كانوا هم مدر المدارس هم الرؤساء اقسام وهم الموجهين وهم لهم فضل كبير جدا في التعليم وهذا شيء ما احد ينكره فكان نزار من الموجهين المعروفين جدا في أبو ظبي عنده ولدين واحد اسمه ايمن والثاني اسمه اشرف ايمن متفوق في 82 حصل على نسبة كبيرة وايامها الشيخ زايد رحمة الله عليه كان يعطي منح للطلب المتفوقين يوديهم امريكا عشان يدرسون على حسابه ما عنده فرق بين اماراتي او غير اماراتي كان من بينهم اللي هو ايمن والد الاستاذ نزار الخطيب ارسلوه الى ديترويت في ميشيقن هناك يدرس على حساب الشيخ زايد رحمة الله عليه صاحب الاعمال الخيرية اللي لو تقعد يعني طول هالقناة تسولف عن انجازاتها وعن اعمالها الخيرية اللي غطت العالم كلها يعني زايد الخير هذي سمونا رحمة الله عليه ما لكم بالطويلة ايمن تزوج قبل لا يتخرج بسنة زاير اسرتها لانه هو امه وابوه اللي هو ابوها الموجه نزار واما وايمن وايشرف كانوا في ابو ظبي لكن اسرتهم يعني عائلاتهم الفاميلي اللي هو العمامة وخوالها موجودين في الاردن في يوم الايام كان زايرهم هناك في واحد وثمانين تعرف على فتاة سورية من اهل حما هذه اطلعت من حما ايها الوحيدة الناجية الوحيدة من اسرتها لما صارت يعني مصيبة حما والتفجيرات والناس اللي ماتت اهي الوحيدة اللي استطاعت انها تهرب تهريب الى الاردن وهذا الكلام في اواخر الواحد ثمانية ثانية ثمانية تقريبا فتزوجها ايمن اعجب فيها وخذاها على ابو ظبي وهذا كانت السنة اللي تخرج فيها حصل على منحة من الشيخ زايد وخذ زوجته معاه الى امريكا يدرس هناك بعدها بكم سنة تخرج اشرف لكن اشرف هذا بالموت يا الله تخرج ولا تصايع وكذا وما يهتم في الدراسة اضطر ابو انه يرسله الى امريكا جنب اخوه لكن على حساب هالمرة فقط اللي قدامه واللي وراه بس علشان يفلح وهذا يعني يمشي دفر على قولته يمشي ويطيح يمشي بالدراسة تعبان راح سكن في شقة بجانب شقة اخوه هناك في داتوريت واخوه ما شاء الله ايمن الله رزقه بولد سماه انس صار ابو انس وام انس هذه بنت حما هذه ام انس امرأة فاضلة يعني اصبحت يعني مثل الداعية وكانوا عايشين في منطقة يغلبها الجالية اليمنية ففي منهم عايشين من زمان في امريكا وفي منهم ما يعرف شي بالدين وفي منهم كذا وبعدين يعني قام هذا كذلك ايمن ابو انس كذلك هو انسان ملتزم ويحب الدين وكذا وتعاون مع الجالية اليمنية اصدقاء ودفعوا فلوسه واشتراوا ارض وبنولهم مسجد ودعموهم اللجان الخيرية وصاروا يصلون فيه ويعني تشدد بالدين صار يعني ملتزم اكثر تشدد معتدل المهم في عام 85 كانت ايامها الحرب الباردة في افغانستان بشوف اجيبكم من ديرة لديرة طالعنا من الاردن رحنا ابو ظبي من ابو ظبي رحنا امريكا الحين نبروح افغانستان وقتها شنو صاير الحرب الباردة بين امريكا وبين روسيا في افغانستان كانت باديا من 79 انتهت في 89 تقريبا فكانت في 85 في منتصف هالمعركة الغلبة لروسيا فامريكا طلعت فكرة جديدة شلون تتغلب على روسيا قامت تتحرض الشباب العربي وطلعوا مشايخ الدين المستعجرين وليس الرجال الدين الحقيقيين بدعم من امريكا ما خلوا دولة وايامها طلعت الشرايط والاناشيد اللي تكلم عن الحرب فنحن ابناء امم غزوا في كل واتي واسمع البلاو اشرط فيديو والاختحام والجهاد والبا كل امريكا لعبت بالشعب العربي لعب ودفعتهم حتى ان دول خليجية كلها كانت مؤيدة لان الشباب يروحون يجاهدون في افغانستان هذا اول ايام قبل لا يكتشفون ان الموضوع كله لعب بلعب وان هذي عملية امريكية ضد الروس يعني يبون يعني اه يكسبون الحرب ضد الروس لكن عن طريق الشباب العربي وفعلا اقدروا انه يهزمون الروس اللي هم الشباب العربي بيدعم امريكي وصارت جماعات بعدين الدول العربية والخليجية كلها طبعا الخليجية هي العربية لكن بعدين انتبهت لانه الدعم ما كان خليج من كل دول العربية الاردن سوريا من فلسطين من المغرب العربي دول الخليج الكويت السعودية قطر البحرين الامارات العمان الكل تأثر اياما بعدين انتبهوا وقاموا يحرضون يعني الشباب وكذا على العمليات وصارت في عمليات يعني تفجيرية وكذا بعدين قامت السلطات تتكلم اتوعي الشباب انتبهوا ترى قاعد يغررون فيكم قاعد يغررون فيكم مو يغررون فيكم يغررون فيكم قاعدين يضحكون عليكم بعد شنو بعد ما يشربت مروقها والشباب راحوا المهم الحمد لله انقذوا واللي يقدروا ينقذون واللي ما قدروا راح من بينهم منه اللي فرمخ ايمن بو انس ايمن كان هو بروحها يعني ملتزم وكذا وجابوا شيخ من نيوجرسي وهذا الشيخ كان له شنو رن ايامها في نيوجرسي في امريكا جابوا لديترويت عشان بس يقنع الجالية لانه عرفه في مسجد يقعدون فيه الجالية اليمنية وفي كم واحد يعني مغربي فلسطيني تونسي كذا قالوا جيبوا لهم الشيخ وهذا الشيخ الجهاد هيا الى حور العين وما ادري شنو اول واحد كان من بين اللي رايحين للجهاد صاحبنا ايمن الولد المتفوق رغم انه خلص البكريوس وكان توداش على الماجستين لكن تارك الدنيا وقال حق ام انس يا ام انس انها اللحظة يا ام انس انها لحياة طويلة يا ام انس انا رايح التقي في العدو وهو انصر الدين قالت لا روح الله يسهل عليك يا انك تجينا شهيد يا انك تجينا منتصر واحدة فيهم هذه يعني فخر وهي كذلك يعني ملتزمة وصار يعني الاعلام الاعلام الامريكي جنة للعالم الكل صار يحب يروح يجاهد المهم هو يروح ايمن ايامها ايمن ايمن قاعد فيه احد الجلالبات كانوا محاصرين مجموعة من الجنود الروس عشان يبي يأسرونهم وتجيهم قذيفة وتقتل جميع الجهاديين ربعنا العراب وقتلوا كذلك معاهم كم اسير روسي قالوا فدوا اهم شي ندبح هذول الجايين وفعلا ويموتون ربعنا هذول كله من بينهم ايمن وصل الخبر ابو حزن عليه اش وداك انت فلسطيني كان رحت فلسطين اضحكوا عليك الجهاد في فلسطين الجهاد مو بالشسم افغانستان وليش رايح هناك وكذا الشوخ الدين اللي كانوا يودون الشباب العربي روحوا للجهاد قسما بالله العظيم يودون عيالهم ايطاليا وامريكا ويدرسون وراكبين سيارات روز رايز وافخم البيوت والفلل وعيالهم متنعمين في الدنيا وفي الاخرة يعني على قولتهم وانتم اللي ياخذونكم للجهاد العبوا بالناس وضحكم فيش يخدين الى الان الحين يسوي نفسهم معتدل هذا كان قبل يتذب على العالم روحوا جهاد روحوا جهاد وهو عيالهم خليهم في البيت ما يخلي احد فيهم يروح ولا يفكر انه يروح الجهاد فحكوا العيال للناس كم اسرة تدمرها كم ام يعني فقدت ولدها وكم زوجها اصبحت ارملة وكم ولد صار يتيم سبت هذول المهم ما لكم الطويلة احنا ما نعترض مع الجهاد لكن الجهاد في المكان الصحيح هم اصلا محتاجينك الافغان يعني اذا انت تدعم بالفلوس ادعمهم باي طريقة ثانية ليش تروح تكثر نفسك ليش بلدكي انت مو مطلوب منك لحد يضحك عليكم المهم هذا مو موضوعنا مات الله يرحمه اي من ابو انس وصارت ام انس ارملة اشرف قاعد في امريكا اشرف صايع اشرف مفاضي اصلا شنو جهاد شنو يدور اللعب وكان يعرف له وحدة امريكية اسمها ساندي ساندي كانت معاه في الجامعة وتخرجت وهذا الى الان مطول في الجامعة وتعرف فاشل يدور بس الوناس وكذا قالت لي بخلص انا اصم انا فاضي بروح ولاية ثانية واتركت هذا زعل وحاول فيها وكذا كانت لها صديقة اسمها كارولين فيكتوريا كارولين هذه امرأة امريكية بنت صاروخ جميلة مؤدبة بنت الريف بنت انديانا انديانا في احدى الولايات الريفية المزارع ابوها مثل هذول رعاة البقر عندها مزارع وحلال وكذا وهذه البنت طول عمرها عايشها في الريف مو متعودة على الخرابيط وكذا فكانت راقية وهادية وما تحب الاكشن وكذا المهم اشرف كل ما كان اول تصر بينه وبين ساندي صديقتها مشكلة تدخل كارولين عشان تصلح بينهم لكن يوم تركتها قام عاد ايمن يتشكى لها عفوا اشرف قام يتشكى لها قال شفت شويت فيني ساندي وانا حبيت وانا وهذه يعني قلبها ابيض فيها سذاج البنت ما تفهم وكذا وقعد تواسي ما يخالف وكذا بعدين هو انتبه قال هذي احلى من هذيك هانا شبيب هذيك المهم شبك معه هذي وهذي متعاطفة شوي 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 سحبها لين صارت بينهم علاقة حب قال لها بتزوجت على طول خداها وراح تزوجها يعني على الشريعة الاسلامية وقال لها يعني هذا النظام نحن لازم بس انت خليت خليت شذي يعني لا تسلمين لا كيف تخليت شذي لابس شورت هو دور المناسب مو دور زواج الممسكة في الدور الارضي نفس العمار اللي ساكنة فيها الشقة اللي فوقها اللي شقة ام انس زوجة الشهيد اخوه ايمن ام انس من توف ابو انس ايمن خلاص عافت الدنيا قامت يعني شغلتها بس بالدعوة للنساء وكانت تفتخر ان زوجها شهيد وكذلك اشرف كان يفتخر ان اخوه شهيد لكن مفاضي يعني يدور المناسب المهم يوم الايام قامت هذي ام انس تكلم كارولين زوجة اشرف عن الاسلام وكذلك هذي وعجبت بالاسلام ادخلت يوم الايام على على اشرف راح تستانس قال له شنو قالت لا انا اسلمت قال لا حول ولا قوة قال لا بالله قالت شفيك جنك ممستانس قال لا 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 مستانس لا مستانس يسأل صاحب يقول شفيك انت جنك تضايك لما قالت لك زوجتك قال لي معود انا ادور الوناس وكذا وهذه تبي تسلم فاضيلة انا يخرب بيتك المهم بعدها بيومين ولا كارولين لابسة محتشم وعباية وصارت من ارق النساء الامريكيات اللي التزموا قامت وتروح وترث مع ام انا سوى تعلمها وبدين وما ادري شنو وكانت يعني يعني تستنكر على اشرف تقول اشرف انت شلون تشرب شلون ما اشوف ك تصلي انت شلون صير شذي يعني انا توني فهمت الاسلام دين السماحة دين الجمال الربع لكن انت صراح مثال سيء للدين يا اشرف ليش ما تلتزم قال اقول فكيني الله يخليك لا تدوخيني وكذا كارولين هذي ابوها متوفي من زمان وامها وارثة البلاوي امها توفت وانت وتورث كارولين هالمزارع الورث قال ايه ممتاز بالعكس هذا المطلوب قالت ايه انا راح ابني في مساجد وادفع حق اللي جان الخيرية وراح ادفع حق المحتاجين قالها نعم والله يا ويلت شوفي انا ممكن اخليك تبني مسجد يعني لكن الباج يخلي عندي انا عرف شلون اتبرع وانا زوج شو ترى على فكرة بالدين المرأة لازم تطيع زوجها وهذه صدقة المسكينة تسأل ام انا صدق الوحدة لازم يعني تسمع كلام زوجها وكذا وما تخال قالت لازم صح بس ما تدري شون تقصد يعني المهم فعلا حولت الحلال كله عندها بنت لها مسجد صغير سوت يعني مصلة للنساء يعني وشغالة في الدعوة وودعت الدنيا ومن كثر محبة الاسلام خلاص اكرهت الدنيا مع انها كانت تشتغل في شركة اسمها الباشا للمختبرات الطبية كان صاحبها سوري لما شاف كارولين انها التزمت قال انت والله العظيم تستحقين اخليك مدير المختبر وفعلا خلاها مديرة في الشركة وعطاها راتب زيادة لكن كل ما تستلم الراتب ياخذ منها منه اشرف طماع ما اخذ البلاوي لا اشرف شون قال انا خنفتك من ام انس هذي كل يوم الثاني ام خرب علي كارولين فابقفتك منها شلون في واحد مصري من الجالية اللي كانوا موجودين عندهم اسمه ابو طارق مطلق زوجة امريكية راح كلمه قال ليش ما تتزوج قال انا منه ترضى فيني وانا بهالعمر قال تعالى زوجك هذي ارملت اخوي شهيد قال والله جد قالي والله وفعلا تقدم حق ام انس ووافقت وتزوجها واسكنت مع ابو طارق وشرة منها الشقة اشرف شرة شقت اخوه الله يرحمه ايمن ابو انس وصار الدورين له مع منه مع الحب كارولين ام الخير لكن كارولين خلاص البنت هالبيضة هالملامح الجميلة محجبة ومتسترة وماتة بالشي ماتة بالشي من الدنيا تقول له يا اشرف والله الدنيا زائلة فهذه يضحك يقول له انت والله العظيم صرتي يعني متشددة اكثر حتى من العرب ما في عربي مثلك قالت انا انا عرفت حلاوة الدين وكذا ترى الدنيا والله ما تسويا اشرف قال له اقول فكيني من الشر المهم هذا قاعد يفكر هم شنو يعني انا بستمتع بحياتي وهذه مدينة لا تروح معاي سهرات لا طلعات لا شي واخاف اني اتعرف على واحدة وطيح علي وتلعن خيري هذا صعبة الخير كان يمسكها اليوم يقول سمعيني انتي تدريين بالدين الاسلامي ان المرأة لما توافق ان زوجها يتزوج الثانية تكسب فيه اجر علشان ما يخترب ويطالع برا وخصوصا ما تكون زوجتها الاولى مشغولة مثلتش انتي قالت جد والله خلني افكر راح تسألت منه الى الان متواصلة مع ام انس قالت لام انس صحيح الكلام هذا قالتين اعم صحيح يعني انه اذا انتي ما انتي قادر انت يعني تلبين رغباته فخلي يتزوج قالت لها انا موافقة طبعا كل هذا على حسابها لانه اصلا اشرف صار ينام في البيت لا شغل لا مشغل لا فلوس يصرف ويتعاط ويشرب وكل شي يسوي على حساب كارولين شاري اصلا الشقة اللي هو فيها الشقتين من حساب كارولين وهي ماتة بشيء من الدنيا قالت لها انا موافقة انك تزوج الثانية وعلشان نكسب عجر مثل ما انت قلت قال الحمد لله والله انت المرأة الصالحة قالت ايه نعم بس اه عاطني يومين ثلاثة اشوف لك بنت الحلال قال اوكي طبعا بهاليومين اشرف قاعد قاعد يتخيل هالشقرات وهالاجنبيات وهال مادرمين وقاعد يفكر احين اتزوج شذي لا شنو الشكل اللي انا اختار قاعد قال لاحد ما هي تشوف لي من هالاجنبيات وتجي بعد يومين قالت لاشرف لقيت لك المرأة المناسبة واللي نكسب فيها اجر قال ها وين قالت هذي صديقتي وهي جارتنا يعني الشارع اللي بعدنا هني وهي من الجالية العربية قال ايه وهي يمنية قال ايه وهي ام اربع اولاد وزوجها مطلقها قال هلا ولا صج الحين انا قلت تبتزوجيني واحدة صغيرة اول مرة تبتزوجيني واحدة زوجها مطلقها وعندها اربع اولاد وانا تزوجها قالت انت موت باجر لا تشذب علي قال ها توهق قال زين اشوفها لما شاف ولا هذي من زمان عاش في امريكا وفري يعني اسمها ام يزن فقال يعني العوض ولا القطيحة يالا خان تزوجها هذا ما عجبتني بعدين اطلقها تزوجها على حساب منه على حساب كارولين وسكنها في الدور الارضي وكارولين في الدور الاول وجاب منها ولد وبنت وكارولين كان جايب منها ثلث اولاد وعيالها كبارة احنا الكلام الحين وصلنا في عام تقريبا الـ 95 96 اكبر ولاده كان عمره تقريبا 16 15 سنة اسمه شنو اسمه نزار مسميه على اسم ابوه نزار الخطيب اللي هو الموجه اللي في ابو ظبي المهم وعايش هذا اشرف شنو نلقى في ام يزن ام يزن قالت انا زين حصلت على واحد يتزوجني ويصرف علي ويصرف على العيالي وهي كذلك جميلة يعني لكن فري وقاعدة تلبي كل طلباته يبي يسهر تروح معاه تطلع حتى لو يبي تعاطف البيت ايه يتجيب له تسوي له تحط له هالمشروب تسوي له جوه ما عندها مانع وهذا ساتر عليهم تزوجها رسميا وشرعيا لكن بعد فترة من الزواج وكذا تبت تخلص من كارولين ام يزن صار بينهم غيرة وتشوف كارولين هذي رايح الدوام ورادة وهي صاحبة الخير هذا كله وكذلك اشرف كان مقدرها لانه فعلا اللي طلعتها من هالدنيا يعني عطتها كل حلال وهو مقدر هالشي لكن الولد يلعب يبي يدور اللعب والوناس فهالشي هذا كان مضايق ام يزن فقامت كله يعني لما تشوف اشرف سكران ولا متعاطي تقوم تحرض على منه كارولين تقول لأ انت منصجك هذي الاجنبية تخلص لك قال تروح ترد لو انها مسلمة وغير مسلمة ترى تخونك تخونك الاجنبيات ما منهم امان سمعني يا اشرف هذي قاعد تلعب بذيلها من وراك قال تلعب بذيلها تخيل انت كارولين عندها ذيل تلعب فيه قالت ايه تلعب بذيلها اقول لك شيء تدري انها كانت التحرش باخوي لان ام يزن عندها وساكن معاهم في نفس الشقة يعني ما اعطينا غرفة وولد غلبان يعني قالت شون تتحرش فيه قالت ايه عينها زايقة واذا تبي تأكد تشوف كارولين اول ما تيجي من دوام ساعة خمس العصر وشلون انها تنطر اخوي لما يطلع من البيت فعلا يوم الثاني ناطر ساعة خمس ولا كالعادة كارولين رادة من دوام ساعة خمس وهذا اخ وام يزن توا طالع من البيت ويلتقون بالشارع ويسولف معاهم ويحقد طبعا هو يراقب من بعيد قال يا ابنت الله العظيم بغيت يسيب وانا وسكت يا ابنت الذين تخونيني وانا ما اعطي ايش الثقة وقول ليش تقولي لي والله انا زاهدة في الدنيا طلعت تلعبين من وراي وكل ما يرد البيت بعدين يفكري يقول لا انا ما بي يعني اطلق هباطر تشتكي علي وتعرفون النظام عندهم لما تشتكي الطالب كل اللي كانت تدفع لأول عندهم نظام ممتذي بامريك يعني مو فوضى انت ما اخذ فلوسه وما شي اذا هي راضية اوكي ما هي راضية بترفع القضية يجرجرون كنت بهذن اخو بهذن فهو قال لا لا كان يحس بحسابه انه ليش يخسرها على يعني على كلام ما هو في يعني دليل يعني المهم كل ما يحش يتعاط يشرب تقوم تشيشة امبيزن لين دا كل يوم وصل مرحلة قال لا لا انا لازم اقضع اليد قول له انا شفت اخوي طالع من عندها من الغرفة هذي ما عندها منع لو يذبح اخوها بس اهم شي يذبح كارولين ولا يطلقها ويفتك منها او ذاك اليوم كان في قمة التعاطي هذي قامت تعطي تعطي وهو يحش شوي تعاط وما ديش يسوي وهي كذلك تحط له يعني نوع من المخدرات في المشروب وكذا عشان تبيه يصير مجرون وتجيه وتقول له زوجتك تخونك كارولين خاينة او وهذا انجن وعنده سلاحة وياخذ الاسلاح ويروح لهذه توهجها من الدوام داش يشقه ويدخل وراه ويحط المسدس على رأسها انت تخونيني مع منو تخونيني مع اخو ام يزن انت ما تشو وهذه انصدمت اش فيك يا اشرف اش فيك شال كلام اللي قاعد تقوله هذا انا اخونك ما تخاف الله انا امرأة ملتزمة انا كذا شون انت تخون فيني المهم كلمة منها كلمة منها كلمة منها كلمة منها او يطلق الرصاصة على رأسها او يطلع ولده نزار ولد كارولين ويشوف ابوه ذاب يحمه ويتصل يعني قاتل امه ويتصل على العمليات ويجون وياخذون اشرف ايد وريل الى السجن وشالوا الجثة جثة الله يرحمها كارولين حققوا معاه ليش قال والله تخوني شون تخونك مع منو قال معاه اخو ام يزن جابوا قال لا والله مصحيح جابوا ام يزن قالت لا اهو كان متعاطي مصحيح الكلام هذا شيكو في علاقة والله ما في هذا قالوا لازين انت الوقت الفلاني لما كان يطاع شافكم مرة لان ام يزن هي قالت انه اهو مرة شاف ومعتقد انه بينهم علاقة فاسألوا اخو ام يزن انت ليش طالع والتقيت فيها هل انتم كنتم فعلا تعمدون تلتقون قال لا ام يزن ايه اللي دايما قبل يعني 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 خمس الا الا خمس دقايق تقول لي اروح اشتر خبز وهالفترة هذه يعني استمرت على هالطريقة تقول لي لمدة سبوع وكل ما اطلع التقي في كارولين تكون رادة من دوام يعني فاقول لها تابين اجيب لكم معانا شي لانها تعتبر يعني من اهلنا يعني يخرب بيت تجي ام يزن اكتشفوا بعدين ام يزن هي المحرضة وهذا باعتراف اشرف طبعا اشرف تم الحكم عليه في البداية بالايداع في مستشفى المجانين تقول ليش سوى نفسه مجنون اول ما راحل المحكمة قام يتكلم السي اي 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 او اللي قتلها ويابي ورطني لان انا اخوي شهيد تعرفون حركات العرب كل ما يصيدونهم الامريكان يقطها براس الاسلام عشان يورطنا معهم المهم وهذا عشان اخوي شهيد يبين تقموا مني ويابون ما دري شنو المهم ويشوفون امراتي يتكلم انا الحجاج الثقافي لقد رأيت رؤوسا قد ينعت والان حانو قطاف قال هذا شو قعد يقول هذا قال والله صار مجنون هذا احلوه المستشفى المجانين قالوا ينعم هذا لا يمكن محاكمته مجنون قال يبو خلص خلوا عندكم ويقعد عندهم اول سنة ثاني سنة ويكتشف الدكتور ان هذا اشرف كان يمثل بعد سنتين تعب من تمثيل اشرف يسوي نفسه مجنون يلعب وخيش ما ما يش يسوي بعدين تعب من كثرة سنتين ويمثل ويراقبونه كان يعني يسوي نفسه طبيعي كان يروحي الدكتور ويكتب تقرير للمحكمة قال لي بو هذا صاحي وشذب رد الحاكمه من جديد القاضي قال لأنت ما رح تطلع من السجن إلا على المقبرة يعني ما في والله استرحام ما في ثلث المدة وربع المدة ما في أنت ما رح تطلع من السجن تخيس عندنا لين نقطك إحنا المقبرة على طول حبيبي يا النصاب يا الحقير شلون تقتل إنسانه بروعة كارولين حتى القاضي يقول لك خطف فيهم خطبه عصماء يتكلم عن رقة وطيبة وروعة كارولين الكل يشهد فيه جنازة كارولين احضروها الآلاف مسلمين وغير مسلمين عرب وغير عرب من كثر ما كانت طيبة ومحترمة والكل كان يحبها على يعني كانت تتمثل دين السمح أفضل من آلاف العرب ونعم يعني نعمل نعم الدين اللي كانت هي ملتزمة فيه الإسلام وكانت تبين حق الناس أن الدين الإسلام دين السماحة ما هو دين الإرهاب دين التفجير دين المدري شنو يعني غيرت نظرة الناس عن يعني فوبيا الإسلام هذه خايفين من الإسلام لكن هذا الحقير خذت الدنيا وضحكت عليهم يزن وراح قتلها يعني كل ذنبها كارولين إنها أحسنت إسلامها فقط أنا والله ما أعرفها لكن أتمنى منكم إنكم تدعو لها بالرحمة والمغفرة وإن رب العالمين يعوضها في الجنة أما أم يزن أسجنوها سنتين ثلاثة وطلعوها أطلعت روحها وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر